مرحب 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 حبيبي كيفك هذا اي سنة بلشت يعني صار لي تقريباً شي 40 سنة مشهري مشبك وما قرونه عوامي مشبك ملبي مشبك حالي يعني اول شي نحنا عجلتنا نختص فيها مثلا بحطلة طحين وفرخة وسمن الذهب سنة حمية محلت وشومر وينسون بدأها وطبعاً شغل يومي وحبي نعمي منيلي بالزيت مرة بس ما تنعاد نكبه محط غيره مشين هيف بتدلة طيبة يعني تاخد الجات قد ما دل عندك كل بيت تدله مثل ما هو ترجمة ننزيله ترجمة ننزيله ترجمة نحن ايضاً ترجمة نانسون حسناً ترجمة نانسون الماضي كان يجيبه شهم يحطوها هلأ لا نحن مجيب سني دهج وسني حموين عشت كيف؟ تلما كيتها طايبين أهم شيء في المصلحة أن تقلي بسيت مرة بس حتى ببيتها تقلي مرة مرتين لا بيضرب الكبد بسواج يعني عملنا الخوصات نحن أكثر من أليا حرام تقلي بسيت تقلي بسيت مرات أه حلي شيء أنه غارباً يكفي شغل بيهم مثل ما هو ويحافظ عليها ودلت أطلع نفس اللقمة ودلت راس هاي الشغل للعيدة معكرون كل ما معرف معكرون بالأعياد من روح تحت الكنيسة تحت الجامع نأخذ شملاء قدامنا لكني أخبركم أنه مرة فقط بحياتكم بدوق المعاكرون طبعا نسب هذا المحل الذي يعمل فقط معاكرون وشبك وعوايمات الذي مخصص بهذا الشيء يعني مثل ما فيه حكيم متخصص بالدينان هن مختصين بالمعاكرون ساعة التي تشمرها ساعة التي تقشرها القرشة ساعة التي تشعرها في قلبها ساعة التي تسمعها الخبرية والقصة التي تشعرها أكثر من خمسين سنة ليس معقول دقوة مساعة دقوة صخنة دقوة لعندن عبوكرا بكير شبعون دائما الإنسان بده يحفظها مصلحته لو بغسارها بدلوه ماشي نحنا ما ما نغير عمان دقوة قليت وبعدنا سارنا نغوه الزيت أعطى الله يفرجان أنا برأيي العلم مفيد بس المصلحة أحسن إذا ما غاليت بتسطور إن هلا الموصف شو عامل قبل المصلحة يتخير بسطور بس أنا بالنسبة لأني الوظيفة مرتبع قد ما أخذ عمي وخاصة بهاليام هيدا جابتوني أعطوه مليون مليونين مميكة بفوق 15 يوم اليوم بيقل عم بيت عمه ويوم يبيقل عم أهله ويوم بيجزم حاله عند خيه ويوم بيجزم حاله عند مكتور بيشي آخر الشهر راس براس بيأصل على المدرسة بيشي بيشي لأمه أمك تقول لها بيوه ما عليك شي حرام مش هاد الله عم بصير بهااليام صح؟ الولد بتنس أمه عالباي يقول باي الله يعينه ويحار الدنيا خير إذا كتبني وطن بدك تجاهد بالدرجة الأولى كما أنت بدك تشتغل وتروح ساعتين ثانا عالباد ما عليك استفيد اليوم بدك تجاهد بدك تشتغل والصباح لا عشية تشتغل وظيفة ووظيفتين هم تعيش بيبني بس اليوم أنا بدك تشتغل من الصباح للساعة انتان وروح على البنك واخد سلفة وروح جيب سيارة كمان الدينة ما بيبني وطن عمه اليوم بدك تجاهد بدك تشتغل ما تبني وطن مش اقول لها انت وماري مثلا هي السجرة بتقطعها تروح تدفع عليها لا ما بني بني وطن هيك عمه صعب بعدها بنسح كل شاب انه جاهد الجاهات حلو عمي ودم الشباب ما بيطعور بعد ثلاثين عوضوا سلابتك صح؟ بس اشتركوا في القناة 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 موسيقى سأتقال لكم مصبوط جيد عند أبو حسن تأكل معاكرون بس ما كنت منتظر أنه نكون يقطع ساعة ونحكي عن المجتمع ونحكي عن البلد ونحكي عن هالشباب ويخبرنا عن التعامل بأخر 40 سنة و50 سنة وشو اللي وصلنا يمكن الهون فاحتروا هذا الفيديو إن شاء الله تنبسطوا فيه وإن شاء الله نتعلم من الناس اللي عملت مصالح اللي تعبت عمصالحها أكتر من خمسين سنة اللي منا بنينا لبنان اللي هو أكتر بكتير من نعمود شهادة نتوظف ونتم عم بيقول نرجع تلتانا عالبيت ونأرجل مع الشباب ونقعد عالوادسة في كل مرة شو عم تدوّقني؟ مع كرام عشدني حمرين أمم بصيد هي وسيلة عم gli replay جميعهم حسنًا está تبقى اشتر لم autumn شكرا